اكد عدد من سكان قرية الفرع احدى القرى التابعة لمدينة العص حاجة مزارع النخيل والتي تزيد على 380 مزرعة بمعدل 450 نخلا لكل مزرعة الى مزيد من الخدمات خاصة وان الجفاف بات يتربص بها وقالوا ان انتاج التمور والحمضيات من اهم محاصيل وادي الفرع الزراعية الا انه في الوقت الحالي بدأ الجفاف داهمها مما حفز الكثيرين للهجرة من القرية الى المدن لافتين الى غياب الدعم من قبل وزارة الزراعة فيما يعرف باعنات التمور التي وصفوها بالزهيدة نحتاج طلب تعويض المزارعين عن ماء المزارعين نحتاج طلب عمرك اصال الزفلة الداخلية للمزارع لان الغبار سبب في تلاف المحاصيل وسبب فيه اكثر مواطنين اصيب فيه اربو من الغبار ولم تجيوا خدمة مجمع نعم نعم ونحتاج الى دخال الكهرباء الى المساكن زي ما شبت المساكن هذه كلها مساكني فيها اهلها وطالب المتحدثون بضرورة وجود فرع للزراعة ومركز صحي بالاضافة الى وجود مركز للدفاع المدني بسبب اشتعال الحرائق بها بين فترة واخرى وتكون عملية اطفائها بجهود فردية كان معكم من جريدة المدينة ايمن خضر اشتركوا في القناة